منصة ألكترونية أطلقتها الحكومة العراقية مهمتها توفير فرص عمل للعاطلين في القطاع الخاص لكن إدخال كم كبير من الكفاءة العراقية في سوق العمل قبل دعمه وتفعيله وتوسيعه يعتقد مختصون أنها خطوة قد تصطدم بمشكلات كثيرة لا سيما بعد غزو العمالة الأجنبية السوق من الضرورة لتفعيلها كذا مبادرة أولا تفعيل قواني مهمة هي موجودة أصلا بأرض الواقع عملنا كوزارة خلال الشهرين الماضي على تفعيلها لكن العمل الحقيقة كان مثمرا ولكن ليس بالشكل المطلوب أكيد إقرار هكذا قانون سوف يجمع بقانون واحد جميع الوزارات والهيئات التي تعمل على تنفيذها من أهم القانون هو القوانين المهمة لوزارة العمل والشؤول الاجتماعية تسعى إلى تفعيلها هو أن يكون هناك عمال نسبة التوظيف من 50% إلى 50% يعني 50% عمال أجنبية زائد إلى 50% أو أكثر العمال العراقية إذا فعلنا هذا القانون حقيقة ولم تمنح سمة الدخول لأي عمال أجنبية وتوقفت قليلا حتى نستطيع أن نحصي كوزارة عمل أن يكون هناك لجان تفتيشية كثرة الحديث عن تفعيل القطاع الخاص دون تطبيق القوانين أسهم في خلق حالة من الإحباط لدى الجميع فكيف ستفرض الحكومة على المعامل والشركات موظفين جدد وهم مكتفون بما لديهم من أيدي عاملة ولم تتمكن الحكومة لغاية الآن من تفعيل قانون الضمان الاجتماعي الذي يؤمن حقوق العمال الدعم قليل جدا يكاد يكون معدوم للقطاع الخاص لا يوجد إجراءات حقيقية لدعم القطاع الخاص نحتاج إلى تشريعات بالإضافة إلى تمويل للقطاع الخاص وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في عموم البلد الشركات والمؤسسات الموجودة في البلد هي مكتفية ذاتيا بالموظفين الذين يعدها بعدين شنو الدافع الذي يجعل الشركات العراقية أن تتجه نحو تشغيل الموظفين عن طريق مجلس الخدمة وبما أن الاقتصاد العراقي لم يزر ريعيا يعتمد على النفط فإن حظوظ انتعاش القطاع الخاص ضعيفة جدا بالإضافة إلى أن فرص العمل تكاد أن تكون معدومة كون البلاد خالية من مشاريع استراتيجية تغطي مبادرة الحكومة وتمكنها من إيجاد فرص عمل بحجم نسبة البطالة حتى لا تكون كسابقاتها من المبادرات التي منيت هي الأخرى بالفشل لبرنامج دينار على الجميلي العراقية الإخبارية بغداد